الاعتفال بليلة النصف من شعبا يعني قبل أن أذكر الحديث الوقت ضيق أيها الإخوة يعني لكن نلم بأطراف الحديث الإنسان الذي ينشد الخلاص من نفسه وينشد الدخول في ساحة الرحمة الإلهية يبحث عن أوهى السور إلى ذلك نعم كالغريق الذي يجد نفسه معرض للهلاك يجد حبل بسيط بسيط جدا وذيء يستمتك به لعله ينجيه أليس كذلك؟ طيب لنفرض أنني طلعت على حديث ضعيف عن فضل ليلة النصف من شعبا وأن الإنسان إذا قام في تلك الليلة ودعا الله فإن الله يغفر له ويرحمه ويغنيه يعطيه ما يشاء ما الذي يفرضه عقلك؟ الحيطة ماذا تقتضيك؟ تقتضي ليلة تقول والله لأفعل أن هذا إن كان هذا الحديث واردان فلسوف نعم يكرمني الله عز وجل بما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن واردا فإن الله يطلع على قصدي أقول يا رب بلغني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وأنا أفعل ذلك على أمل أنه فيلا قد قال هذا فأسألك اللهم أن تكرمني بما وعد به رسوله طيب أليس هذا هو الأمر؟ طيب إذا عرفنا هذا فقد روى البيهقي بسند مرسل إصبع قدم فتحرك فرجعت فسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أعصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلما قام من سجوده وأتم صلاة قال يا عائشة أظننت أن النبي قد خاس بك يعني غذرك وذهب إلى دور إحدى زوجاته الأخريات قلت لا والله يا رسول الله ولكني خشيت أنك قد قبط لما رأيت من طول سجودك قال أتعلمين أي ليلة هذه؟ قالت الله ورسوله أعلم قال إنها ليلة النصف من شعبان يطلع الله فيها على عباديه فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له ألا هل من مسترح من فأرحمه ويترك أهل الحقد كما هو هذا كلام رويه البيهقي ويقوله هو مرسل جيد من مرسل على ابن الحارس طيب إذا كنت أنا الآن بحاجة إلى أن يعني أستدر رحمة رب العالمين وأنا إنسان تائه يعني أبتغي رحمته وفضله ماذا أصنع ماذا أصنع أعرض عن هذا الحديث وقول لا لا دعك هذا حديث ضعي ثم أبكن إلى الرقادي نعم وأستسلم الرقادي ثقيل إلى لمعة الفجر والله إن المؤمن الذي يخاف ربه لا يفعل ذلك وإن المؤمن الذي نعم أكرمه الله بشيء من الحب لمولاه وخالقه لا يفعل ذلك بل يبحث عن أي وسيلة أي وسيلة خلاص حديث حديث روية إذن سأفعلن هذا الأمر شيخ الحقائق كان صوتك ملهمة والحق أبلجوا لما قالت بعده اضبوا أي أبي شخص أبي أبقل أبي 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 أبي